بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لليمين الغموس واحد العدد دي الناس كيسولوا على المعنى دي اليمين الغموس اليمين الغموس هو الانسان يحلف على واحد الحاجة وكي يتعمد يكتب واحد الحاجة عارفها ما كيناش وكي يحلف باللي كينة ولا شي حاجة عارفها كينة وكي يحلف باللي ما كيناش فكل واحد كي يحلف على شي حاجة وكاذب فيها وعارف رأس وكاذب هذي كتسمة اليمين الغموس كتسمة باليمين لان العرب من العدد دي الانفاش كي يحلفوا كيشد لصاحبه يدولي من اياه وكي يضرب عليها يقول لي وحب والله وبالله وطالله فسميت يمين لان الحالف يمسك يد الشخص اليمنى وسميت بالغموس لانها يمين تغمس صاحبها في النار يعني قبل ما تحلف اعلى الكدوب ارض البال بان هذا الحالف رأو العيد بالله غاد يكون سبب لدخولك الى النار الانسان اما ان يحلف بالله صادقا واما ان يصمت تلقى شي وحد تبيع شي سلعه هو عارفة ماشي دوريجين يقول لك اقسموا بالله الى دوريجين هادي يمين غاموس ولا شي واحد تبيع شي طرموبيل وعارفة ديرك صدا تيقول لك والله ما عمره ديرك صدا هادي انا اللي كسبتها من الله اللول فهو يحلف بالله هادي يمين غاموس هادي كي يحلف عن الكدوب ولا شي واحد بيبيع شي دهر كتقول لك انا عطيك قدى وقدى تيقول لك والله لا عطاني 130 ورامي اعطاه تاوحد ولا شي واحد يحلف على شي حاجة دانها قلت لي على جدرتها تيقول لك والله ما قلتها اذا هادي يمين فاجرة كاذبة من وقع فيها فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر يعني اصول الكبائر اوتاد الكبائر اعميدة لكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغاموس شوفوا هذه اليمين الغاموس كماذا يزوجونه قبل منها قبل منها قتل النفس يا رب السلامة قبل منها الصخد والدين يا رب السلامة قبل منها الشرك بالله يا رب السلامة إذن هو واحد العداد أنها زبف في التجارة في الإدارات وقريف الهضراء الخاوية تحرفوا وتكذب وهذه عنده لكن انت الآن تدور في واحدة كبيرة قريبة من الشرك قريبة من قاتل النفس قريبة من عقوق الوالدين وهذه المعصية ما عنداش كفارة ما فيهاش تصوم ثلاثة أيام ولا تطعم عشر هذه المساكين ولا تكسيهم الله هذه كفارة وهذه التوبة وذلك اللي بيعتي لي ديك الطموبيل ولا ديك الدار ولا ديك الكبش ولا ديك السعاء قسك مش يتقلب عليه وطلب منه يسمح لك وتسمح معه وترضي المظالم دياله في حديث أبي أمامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقططها حق مريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرمه عليه الجنة في واحد حرفتي لي عليك دوب وتيقك وقضيتي الغرض ديالك نطلبه الله السلامة أنا حرمتي عليك جنة حرمتي عليك الجنة ودرتي بلاسك يعني دوفاس ولا كاترفاس جنة بهذه اليمين الغاموس الفاجر قال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا وإن كان قضيبا من أراك يعني هذا السيوك باش كيحكو السنان إلا قلت لي والله إلى ديالي ومشي ديالك وتيقك راه والعياذ بالله حرمت على نفسك الجنة حرمت عليك الجنة وأوجبت لنفسك النار دا نردوا لبا الخوتي التجار إخوان ديالنا الحريفية اللي كيبيعوك يشريوا تبقوش تحرفوا على الكتوب أنا غا تحرف على الكتوب غادي يتيقك ذلك المشتري غادي يشري عندك غا تشدوك الفلوس غا تأكلهم غا تكملهم ولكن تيبقى عندك هذه المصيبة تابعك حياتك كاملة تابعك في الدنيا والآخرة إذلك الإنسان الصادق لا يحلف بالله إلا صادقا مضطرا الحاجة اللي غا نحلف عليها ما ندير بها تيبيع التجارة جعله كيصدق تيبيع المشتري وكي تكرع الله البيعاني يعني بالخيار ما لم يتفرقها فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعيهم اليمين الغموس أيها الأحبة خطيرة جدا نرد منها البال ونبعد منها واللي وقع فيها خسو يتوب الله تبارك وتعالى ويندم وما يعوج ويرد لما ظلم المالها سأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسينتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأن يجعلنا وإياكم من أهلي الجنة وأن يصرف عنا ما فيه الشر والخبط والضرر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر